بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أيها الأحبة والله كل يوم هناك اكتشاف يثبت صدق هذا القرآن العظيم الحقيقة أرسل لي أحد الأحبة وهذا يعني يوميا هناك من الأحبة من يهتموا بمتابعة الأخبار العلمية ويرسلون لنا روابط للدراسات ونحن بدورنا نشرح ونترجم ونظهر هذه الدراسات وكيف أن القرآن أنبأ عن مثل هذه الاكتشافات أيها الأحبة قلنا ذات مرة أن الله تبارك وتعالى أكد في كثير من آيات القرآن أن القرآن فيه تبيان لكل شيء فيه تفصيل لكل شيء وكل شيء انفصلناه تفصيلا ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء تفصيل الكتاب لا ريب فيه يعني القرآن كتاب مفصل مبين لكل شيء لكل ما يخطر ببالك الحقيقة هذه الدراسة نشرت في أواخر 2020 قبل أيام تقول إن أرضنا لا يمكن أن تبقى مأهولة بالكائنات والنباتات والبشر طيلة ملايين السنين بالصدفة لا هناك دائما الحظ يحالف هذه الأرض لتستمر إذن أرضنا محظوظة انظروا أيها الأحبة هذه الدراسة أنا هنا على موقع نيتشار دوت كوم مجلة الطبيعة الأمريكية معروفة طبعا الشاشة تظهر معاكسة ولكن الدراسة موجودة بعنوان بعنوان إن المصادفة المصادفة تلعب دورا أساسيا في بقاء الأرض مأهولة مأهولة طبعا ليس يقصدون بالسكان بل بالكائنات الحية هذه الدراسة أحبة في الله في عدد العدد الصادر في آخر 2020 مجلة الطبيعة الأمريكية هذه الدراسة أحبة دعوني أقرأ لكم تقول إن مناخ الأرض ظل صالحا للسكن بشكل مستمر طوال ثلاث إلى أربع مليارات سنة وهذا يمثل لغزا بالنسبة لمدى استمرار الحياة على ظهر الأرض الحياة وجدت قبل أربعة مليارات عام تقريبا فكيف استمرت كل هذه السنوات الطويلة؟ هناك تغير في نسبة الإشعاع الشمسي درجة حرارة الأرض التلوث على ظهر الأرض عوامل كثيرة جدا جدا أيها الأحبة تجعل من الأرض محظوظة دائما يعني مثل إنسان يرافقه الحظ باستمرار لأن ارتفاع حرارة الشمس عبر ملايين السنين ارتفعت عدة مرات يجب أن يقضي على الحياة لماذا لم تنتهي الحياة؟ إذن هناك من يرعى هذه الحياة هناك من يحفظ من يحافظ على هذه الحياة تقول الدراسة أيها الأحبة مناخ الأرض مر بفترة عدم استقرار أو عدم توازن ومن المحتمل أن يتدهور إلى ظروف شديدة التجمد خلال أقل من مليون سنة يعني في المليون سنة الماضية مرت الأرض بظروف كمن الممكن أن تتجمد الكائنات تماما على الأرض ولكن هذا لم يحدث تقول الدراسة أن أقدم معلومات لدينا تؤكد أن أرضنا دائما ما تنجو من المخاطر مثل النيازك التي تحيط بالأرض هذه الحجارة والكوايكبات موجودة بكسرة حول الأرض ولكن سبحان الله لا تقترب من الأرض إلا بحدود آمنة محاكاة جديدة قام بها العلماء طبعا هذا الكلام أيها الأحبة ليست دراسة نظرية بل عملية قاموا باستخدام الكمبيوترات العملاقة لمحاكاة الظروف التي عاشتها الأرض عبر أربعة مليارات سنة وكيف أنه دائما كان هناك تغير مناخي باستمرار هناك تغير مناخي مدمر من الممكن أن يدمر تماما مثل إنسان يدخل في معركة وتأتيه القذائف والطلقات من كل جانب وثم يستمر ويخترق وكذا وكذا وكل مرة ينجو بأعجوبة لمدة أربعة مليارات سنة تصوروا نحن لا نصدق أن إنسانا يدخل معركة في وسط المعركة وينجو أكثر من ثلاثة أو أربعة مرات كيف أن الأرض أربعة مليار سنة وهي تنجو من المخاطر هذا الذي حير العلماء أيها الأحبة طبعا الجواب موجود لدينا في القرآن أحبة في الله سنقوله بعد قليل طبعا هنا أيها الأحبة الدراسة تقول هناك الكثير من الكواكب كانت مأهولة بالحياة ولكن هذه الحياة دمرت بالكامل هناك اعتقاد أن كوكب المريخ كان فيه حياة أيضا طبعا هنا أظهر لكم الأشكال فقط لن نشرح هذه الأشكال ولكن فقط أنا أحب أن نقول أن هذه الدراسة دراسة رقمية بالأرقام يعني ليست فرضية مثل فرضية التطور وليست نظرية هي دراسة حقيقية استخدمت فيها بيانات على مدى مليارات السنين متوفرة لدى العلماء طبعا اعتمدوا على دراسات لألاف العلماء من قبل دراسة كبيرة جدا أيها الأحبة طبعا هذه الدراسة أيها الأحبة أثبتت أن الأرض دائما كانت تنجح في استمرار الحياة على الظهري على عكس كثير من الكواكب مثل المريخ فشل في إبقاء الحياة على الظهري هناك كواكب خارج المجموعة الشمسية وهذا شكل بياني يظهر ذلك طبعا أنا من عادة ألا أقحم أحبة القراء بالمصطلحات والأشكال ولكن يكفي أن نعلم أن هذا الشكل يحدد لنا نسبة أو احتمال نجاح الحياة أو نجاة الحياة على سطح الأرض فنلاحظ أن أن الكواكب كانت نادرا ما تنجو من الكوارث الكبيرة كانت تدمر الحياة بينما الأرض تعود الحياة حتى لو دمرت في منطقة هناك منطقة تحدثنا عنها الأرض في بقعة ما بقيت ميتة فعليا لخمسة مليون سنة ثم عادت الحياة إليها وقلنا كيف أن القرآن عبر عن ذلك بقوله تعالى يخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي المهم أيها الأحبة أنا الذي يهمني هنا لن أخوض في تفاصيل هذه الدراسة الحقيقة العلماء بنوا نظريتهم حول الكون على العشوائية والمصادفة قالوا إن كل العمليات تحدث بشكل عشوائي بناء على هذه الافتراضات يجب أن تكون الحياة على الأرض قد انتهت ملايين المرات يعني عبر أربع مليار سنة يجب أن يكون تكون هذه الحياة قد دمرت لأن العوامل كثيرة جدا محيطة بالأرض والأخطار محيطة بالغلاف الجوي خصوصا طيب هنا أنا لدي آيات في القرآن يعني لا أستطيع أن أهملها أو أغفلها هذا الموضوع اليوم يتحدث عنه العلماء في عام 2020 أحبتي في الله بل آخر 2020 في شهر ديسمبر 2020 أو آخر ديسمبر طيب هذا الحجم من العلم اليوم وصل إليه العلماء في القرن الحادي والعشرين وقرروا أن أرضنا محفوظة من قبل قوة مجهولة نحن نعرف من هذه القوة إنها قوة الخالق عز وجل الله تعالى يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون هذا بالنسبة للغلاف الجوي وما فوق الغلاف الجوي الأرض أيها الأحبة حفظها الله قال سبحانه وتعالى وجعل الأرض قرارا ما معنى قرارا أي مستقرة على الرغم من التغيرات وعدم التوازن الذي يعصف بها والنيازك التي تضربها والأخطار المحيطة بها وتغير درجات الحرارة بسبب شدة الإشعاع الشمسي لأن حرارة الشمس غير ثابتة عبر ملايين سنين تتغير وأحيانا تزداد بنسبة ثلاثين بالمئة تحرق كل شيء على رغم من ذلك تبقى الأرض قابلة للسكن لهذه الكائنات إذن أيها الأحبة هنا القرآن أيضا يذكرنا يقول تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلة ويقول أيضا سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يذكرني ويذكرك بنعمه عز وجل ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كذلك عندما نستعرض آيات القرآن أيها الأحبة نجد أن القرآن الكريم يتحدث عن نعمة النعم التي لا تحصى قال تعالى وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا نجد أن القرآن يذكرنا دائما باحتمال باحتمال أن تفشل الحياة على الأرض يعني مثال على ذلك أيها الأحبة دعوني نأخذ بعض الآيات التي يعني الله سبحانه وتعالى يقول فيها إنه قادر على أن يهلك على أن يهلك الأرض بمثلا مثلا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ولكن الله سبحانه وتعالى أكد أنه لن يعذبهم ما دام حبيبنا فيهم صلى الله عليه وسلم وأكد أنه لن يعذبنا ما دمنا نستغفر الله سبحانه وتعالى طيب أنا لدي تذكرون آيات في سورة الملك قبل ذلك سورة الأنعام دقيقوا هذه الأياء أيها الأحبة وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عبادي ويرسل عليكم حفظ ويرسل عليكم حفظ يعني الله عز وجل يرسل علينا باستمرار ملائكة تحفظ هذه الأرض طيب من كان يتصور ذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام نخاطب المشككين يتهمون هذا النبي بالدجل والتحريف والتخريف وغير ذلك سورة الأنعام نزلت بمكة هل أدرك النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحقيقة ليقول لهم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون إذا يعني الله عز وجل يحفظ هذه الأرض أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا مليارات من الحجارة النيزكية تسبح حول الأرض العلماء محتارون لماذا لا تضرب الأرض؟ تضرب القمر تضرب المريخ تضرب الكواكب بعنف انظروا إلى سطح القمر كم فيه فوهات بركانية وفيه حفر نتيجة المليارات النيازك التي ضربته عبر هذه الملايين من السنين طيب أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلة؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة طيب يعني الله سبحانه وتعالى يهدينا في ظلمات البر والبحر يرسل لنا هذه الملائكة التي تحفظنا يعني سبحانه وتعالى قادر على أن يدمر الأرض ولكن هذا الإله العظيم يرحمنا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير طيب آيات والله أيها الأحبة كثيرة أنا أحاول أن آتي ببعض الآيات مما يعني أتذكره أجد أن القرآن دائما يذكرنا بنعم الله يذكرنا بأن يعني مثلا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين هذا المعنى أدركه سيدنا يعقوب عليه السلام فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله سبحانه وتعالى يقول أيضا في سورة الرعد له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يعني الله تعالى جعل لنا ملائكة تحفظنا من أمر الله القوانين الكونية كلها بأمر الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يعني يقول أيضا في آية عظيمة عن السماء وزيّن السماء الدنيا بمصابيحة وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم حفظ السماء أيضا السماء أيها الأحبة لو لم تكن محفوظة أيضا الأرض لن تكون محفوظة فذكرنا بأنه حفظ الأرض وحفظ السماء أيضا أيها الأحبة ويعني لا أريد أن أطيل عليكم أختم بآية الله تعالى يقول فيها وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين حافظين ليس فقط يحفظون ويكتبون كل ما تعملونه إنما أيضا هذه الملائكة تحفظ الأرض وتحفظ الحياة على ظهرها وتحفظك أيها الملحد يعني تصور أنك سخر الله لك أيها الملحد من يحفظك من شر الأشعة الكونية الحارقة لو دخلت إلى الأرض لدمرت الحياة يحفظك من شر تقلبات الشمسية يحفظك من شر النيازك والكذا أخطار كثيرة جدا ومن شر أيضا التجمد الذي حصل عبر ملايين السنين كل هذا يدعونا أن نتذكر نعمة الله تبارك وتعالى لذلك قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار يحدثنا عن ظلم الإنسان وكفره كل هذه النعم كل هذه النعم وكل هذه الدراسات ثم يقولون إن الطبيعة هي التي حفظت الأرض سبحان الله لذلك إن الإنسان لظلوم كفار على الرغم من ذلك ذكرنا بآية أخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم انظروا إلى عظمة البيان الإلهي رحمة الخالق عز وجل على الرغم من كفرك أيها الإنسان إن الإنسان لظلوم كفار صيغة مبالغة كثير الكفر على الرغم من ظلمك وكفرك الله غفور رحيم لذلك آيتان في القرآن لا يوجد غيرهما فيهما وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الثانية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل شر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته